بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الاكسل مع خالد شعبان ان شاء الله في حلقة النهاردة هنعرف ازاي نعمل شرط احترافي وديناميكي وفعال على برنامج الاكسل بشكل كبير هتتفاجئ ان الاكسل يقدر يعمل الحاجات دي بشكل احترافي وسهل وبسيط جدا يلا بنا نعرف مع بعض ازاي نعمل شرط ديناميكي بالشكل ده تقدر تضيف الاشكال اللي انت عايزها وكمان تكون فعالة وتعرف ازاي تزبط فيها وتعدل فيها يلا بنا نبدأ مع بعض هنبدأ الجدول من البداية كأن ما فيش عندي اي بيانات هنعرف ازاي نعملها مع بعض اول حاجة هافترض ان انا عندي جدول خاص برجال وهيكون على اساس نسبة مقاوية لكل من الزكور والاناس ممكن تعمل الجدول على حسب الاشكال اللي انت عايزها هنعمل مسلا معادلة عشان تتخرج الارقام بشكل الديناميكي هتكون مسلا من خمسة وعشرين لمية على مية وهنحولها المسبة وبعد كده على الجدول اللي موجودة عندنا هندخل على عشان ننشئ هنختار مسلا جدول عادي هيكون عبارة عن عمودين هندخل هنا على الارقام اللي موجودة هنخلي اقل رقم صفر واعلى رقم واحد بعد كده هنلغي كل الديتا اللي موجودة هنضيف داتا واحدة فقط اللي هي الديتا وهندخل على الاختيارات هندوس على مور اوبشن هنختار ان البيانات اللي موجودة هنا تكون في اعلى القيمة وهنعدل الارقام هنخلي الخط نحول اللون الاسود ونبتدي نكبر الرقم وهنغير حجم الاعمدة اللي موجودة هنا ممكن بعد كده نغيرها على حسب الشكل اللي موجودة عندنا وبعد كده هنلغي كل الخلفية اللي موجودة سواء او بوردر احنا عندنا دلوقتي ظاهر بس الشكلين هنغير لون شكل فيهم بمجرد ان احنا ندوس على الاعمدة اللي موجودة هنا هنلاقي العمودين نتحدده هندوس مرة كمان هنلاقي الجدول او العمود اللي احنا موجودين فيه بس هو اللي اتغير هندخل على وهنغير لون العمود من هنا بحيس ان عمود يكون مختلف عن العمود التاني وبعد كده جت مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة اضافة الاشكال هندخل على هنختار من الاشكال هنبحث هنا مثلا عن مان هنضيف الشكل الخاص بالمان ونبحث مرة تانية هنختار الشكل الخاص بالومن وهندوس على هنلاقي الشكلين زي ما احنا شايفين هنسيبهم متحددين ونبتدي نغير حجم الشكلين علشان يكونوا بنفس الحجم تقريبا وهنبتدي نغير الاماكن الخاصة بكل شكل فيهم وبعد كده هننسخ الشكلين وندخل على الباوربوينت ونبتدي نضيف الشكلين يكونوا جنب بعض بالشكل ده وبعد كده هندخل على وهندوس على ونضيف الشكل ده وننسخ الشكل مرة تانية ونضيفه على الشكل الموجود وندوس كليك يمين ونختار على نفس الشكلين وبعد كده هندوس على الشكل الاول وندوس كليك يمين ونختار وندوس كليك يمين مرة تانية ونختار كل حاجة بنطبقها على الشكلين هنزبط الشكل ونغير لون الشكلين او الخلفية خلياكم تكون بالشكل ده وبعد كده هنتحدد على الشكل اللي في الخلفية وبعد كده الراس وبعد كده الجزء الخاص بالجسم وندخل على ونختار 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 هيكون الشكل زي ما احنا شايفين نفس الطريقة هنطبقها على الشكل التاني بعد كده هننسخ الشكلين ونرجع تاني هنلغي الشكل اللي موجود ونضيف الشكلين اللي اضافوا معنا هنبتدي نصغر حجمهم ونتأكد ان احنا بنضيف الشكل المناسب على البيانات الصحيحة وهنبتدي نسحب الجزء الخاص بالبيانات يكون خارج الشكل في المكان المقابل بالداتا بحيث انه يكون بالشكل ده وممكن نغير اللون الخاص بالخط بتكون بنفس لون الخلفية بحيث نعرف نفرق بين كل شكل والبيانات الخاصة باي شكل بعد كده هنغير حجم البيانات اللي موجودة هنا بحيث تناسب للشكل اللي موجود هنحدد على عمود مسلا وندخل على الدياتا اللي هنا او البيانات ونتدى نغير في حجم العمود او البيانات الخاصة بالعمود يكون بالشكل ده نلاحظ ان الشكل بالكامل المتغطي من البيانات هنبتدي نسحب الشكل الاسفل كده عشان البيانات تكون مناسبة هنلاحظ بمجرد تغيير البيانات ان الشكل بيضاير معنا وبيتملي زي ما اخنا شايفين بشكل ديناميك تقدر تغير البيانات اللي هنا وتقدر تغير الالوان وتقدر تعمل اشكال تانية وبيانات تانية مختلفة على حسب البيانات اللي انت محتاجة هكيدة وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون مفيد والشرح بسيط ما تنساش تشترك في القناة ولايك للفيديو والسنونة في الحلقة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته